كما أود في هذا السياق الإعراب عن اعتزازنا بمستوى التعاون والتنصيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية السيدات والسادة الحضور لقد استعرضتوا مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبزولها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهديع بالدفة الغربية حتى يتسنى تسويت القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب كما أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرمية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومسانداتنا الكاملة للحوار والتفاوض كأحدى أدوات حل النزاعات سعي لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتشير مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة ختاماً أرحب مجدداً بفخامة رئيس الوزراء الأرميني في مصر وأعرف عن أملي بأن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات بين بلدين الصديقين بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمعه شعبي البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر